السلام عليكم بنات مرحبا بكم اليوم وصفة لكل واحدة فززت شعرها بسبيغ بليماش تهلك راه مكسر راه يطيح راح ترجع لك اللمعين والحيوية ورح تولي شعرها تاعك صحية ويزيد الطول تاحها ولي تجرب هذي الوصفة راح تتأكد من كل كلمة قلتها فيها اول حاجة توحشتكم وشالله تكونوا في احسن حال ويا ربي خليكم لي شالله على كلمة الطيبة والتعليقة الجميلة كذلك راح نعطيكم الوصفة سهلة وبسيطة وتقدروا تخدمها في الدار بمكون واحد فقط وتزيدوا فقط الزيوت اللي تحبوه انتم شوفوا البنطة والشاريكم فقط كل ما عليكم انكم تجيبوا ماء معدني لانه يحتوي على مكونات طبيعية وخيري من الكلور اللي هو اصلا طيح الشعر ما معدني يهزوا منه حوالي زوزكيسان طيشوا فيه ثلاثة مغارف تاع بذور الكتان ومغرف كبير تاع حبوب حب الرشاد راهو تباعها في كل بائل عشاء بقلاطيني حب الرشاد بخمسة لف يعطيك ثم بعد ذلك حطيهم يغلوا على نار هادئة وخليهم يعني يطلبوا هذي الجيل تاحم بعدها البلد لا تلقوا الجيل تاحم ما تخليش تختار بزيف صفيه في المصفات ولا في الليبا هذا كان نلبسوه تاع البنات وبعد ذلك احكمي حطيه في حاجة هكا يبرد وزيد لي اي زوت عندك زيت جوز الهند زيت بذور الكتان كبسولة الفيتامين ها اي زوت عندك ديريه ما تقلق يشرحك ثم فوتيه في الربوء يولي هكا فيه رغوة بعد ذلك احكمي شعرك خصلة بخصلة كيما تديري الدفريزاج اختي العزيزة جيبي شعرك مل قدام قسميه احكميه واحكميه بالخصلة عليش خصلة بخصلة باش نشبعوا ملح ملح الخصلة يعني المادة توصل ليه بعد ما شبعتي الخصلة انحذرك انك تديري طوماتيشا ولا تحكمي تكعبريه ولا تديري حاجة منك الحواجلة غريبة ان نعمله ولا تحكمي كوتجوفال الى اخرى لا انتي وش تديري بعد ما ديري خصلة بخصلة ديري اي منشفة على ظهرك وخليها ككا مكسل لانه بذور الكتان وحب الرشاد هي الخدمة تحت انها تكسل الشعر حتى تديريه راح تشوفي انه بمجرد متاخد مياه بالليسير ولا بالسشوار يرجع يهبل ويعمل لك حماية ولا ارواح للشعر اذا لابنات ثم نغسلوه بالماء فقط اول يعني مرحلة ثم تخلطوا الشامبوان مع الماء بشتولي مخففة وتديروا ترغوينها خفيفة خلاص وتشلوهم ملح ملح وتديروا شوي باديل زيت وحتى اذا ما ديروش باديل زيت راح تشوفوا اللمعة والحيوية من اول مرة الآن بعض الاسئلة الى الشائعة اللي قادرة تصني ديما منكم هل نقدر نعملوها لشعر بلاتيني شعر بلاتين اذا كان طالة صح لدرجة عشرة تقديريه وما تخفيش اما اذا كانت الحفافة ديرك لاباتين ما كان لها منه المهم ابعد ولا الشعر اللي يكون هكا فتح بزيف لانه قادرة تكل الحفافة ديريك وغير باتيناش فيروح ليكم ديروها لشعر طبيعي ولا عسلي ولا غامق ولا المهم للعسل يتكل اذا كل تدرجة العسلي والماغون والأكاجو والحارة تقدروا تديريه عادي وداوموا عليه مرة اسبوعيا راح تشوفوا فرق كبير لمعة كذا يعني متى تمنوش روسكم وايضا يليق البنات الصغار فقط البنات الصغار ديما كتبقوا لهم اي ماسكة بعد وعلى الفروة على الراس بعد خمسة سنتيمتر حطوا راح يرطبوا ليهم الشعرة راح يعطيهم قوة ولماعين مع المدومة راح تشوفوا يعني الشعرة ولا اروح واللي عندها مشكلة في التدرج الشعر هكا جي واي فيزا مهنا الخصلة احكم يديريه العصامة او القردون وشوفوا جمال شعركم كيف يتحول في الشهر واحد فقط يا لبنات واذا ان شاء الله جربتوا هذا الوصف اخلوا لي في التعليقات واذا اجبكم هذا اللون اليهروفنا في الفيديو اللي هو من اجمل درجات العسل الطبيعي قولوا لي اني سبقت بشعري وطلع لي زي هكي يهبل ان شاء الله سنخليكم طبعا الميلانج المرة الجاية اديروه للي يحب يعني يدير ميلانج مباشرة على شعره بلا ما يحرقوا بالديكاباج بلا ما يديروا ذرة يعني بلوندور فخلوا لي تعليقاتكم الجميلة وبرتاجوا ما احبابكم في القروبات والسلام عليكم شكرا ترجمة نانسي قنقر